بعد إعلان سعادة عبدالله المحيان رئيسي هيئة الشارقة الصحية المنظومة الجديدة الخاصة ببطاقة التأمين الصحي الخاصة بالمستفيدين من حكومة الإمارة كشفت الهيئة عن المزايا التي ستطبق ابتداء من الأول من يناير 2021 لم يعد المستفيد من منظومة التأمين الصحي في إمارة الشارقة بحاجة لإبراز بطاقة التأمين بعد الآن فمع حلول أول يوم من عام 2021 ستكون بطاقة الهوية الإماراتية هي البديل لذلك حيث يأتي ذلك ضمن خطة استراتيجية جديدة للتحول الإلكتروني الخاص بالتأمين الصحي لدى هيئة الشارقة الصحية تشمل الاستفادة من خدمة التطبيق الذكي الخاص بالتأمين من 1-1 2021 بيكون تطبيق بطاقة الهوية بيكون مفعل من بداية السنة فبيكون عن طريق رسالة نصيدة تصل لكل مؤمن عليه أو الموظف المواطن وغير مواطن بيكون عن طريق التلفون من شركة البحيرة وبيكون فيها رقم التأمين الصحي وبيكون في نفس الوقت التطبيق الخاص بشركة التأمين الصحي التطبيق الذكي الخاص بالتأمين الصحي يضم العديد من المزايا منها البحث عن الجهات الطبية المشتركة بالمنظومة من مستشفيات وعيادات وصيدليات إلى جانب تقديم المطالبات المالية مطالبات النقدية طبعا هذه إذا كان سار خارج الشبكة الطبية وهذا العيادة أو الدكتور من موجود من ضمن شركة البحيرة يسير يتعالج يدفع ويبلفواتير عقب يدخلها عن طريق التطبيق ويطلب من بانك وهذا ويتحول على طوال طريق تحويل بنكي هيئة الشارقة الصحية وضمن خطتها لعام 2021 تقدم مجموعة واسعة من المزايا للمستفيدين من التأمين الصحي منها خدمات تقدم للمرة الأولى تم إضافة منافع جديدة مثل غسيل الكلة وحسننا بعض المنافع منها الأسنان رفعنا سقفها والأمراض النفسية وغيرها من المنافع ويسهم ذلك في توفير بيئة صحية المؤمن عليه يذكر أن منظومة التأمين الصحي في إمارة الشارقة بدأت عام 2012 ويستفيد منها آلاف الأشخاص سواء من موظفي حكومة الإمارة أو بعض الفئات الأخرى طبعا بدأ التأمين من عام 2012 بما يقارب 30 ألف منتفع واصبح عدد مؤمن عليهم حتى الآن ما يقارب 95 ألف مؤمن عليه وذلك نتيجة انضمام جهات حكومية المواليد الجدد في كل سنة طبعا المنظومة الجديدة للتأمين التي اعتمدتها هيئة الشارقة الصحية تسهم في توفير الجهد والوقت وتقديم خدمات أفضل وأشمل للمؤمن عليه ولجميع أفراد أسرته نقلة جديدة يشهده التأمين الصحي في إمارة الشارقة يتم فيه إضافة خدمات جديدة وتحسين بعض المنافع لجميع المستفيدين في الإمارة لأخبار الدار فايزة الضنحاني من إمارة الشارقة ترجمة نانسي قنقر